الملمح الثالث أريد أن أعنونه لكم ما بين الفردانية والربانية أنتم نشأتم في العالم الغربي والعالم الغربي يبتني فكره على الشخصية الفردانية هذه حكاية طويلة تعود بنا إلى أعماق التأريخ وإلى تخوم الفلسفة البعيدة وأنا لا أريد أن أذهب في هذه الاتجاهات المغرقة في عمق تفاصيلها وتعقيداتها سأجمل الكلام لكم الأوروبيون المسيحيون قطان العالم الغربي عاشوا معاناة في القرون الماضية هذه المعاناة تمثلت بخطوط من الضغط العالي كخطوط الكهرباء في ضغطها العالي في ضغطها العالي لقد عانى الأوروبيون المسيحيون من ديكتاتورية ديكتاتورية الكنيسة هذا لا يعني أننا المسلمون لم نعاني من ديكتاتورية المؤسسة الدينية على الصعيدين على الصعيد السني والشيعي والديكتاتورية الدينية في الأجواء الشيعية أشد بكثير من الديكتاتورية الدينية في الأجواء السنية أتحدث عن المؤسسة الدينية الرسمية الشرعية أتحدث عن المرجعية الدينية إنها ديكتاتورية دينية المسيحيون عاشوا معاناة شديدة بسبب الدكتاتورية الدينية إنها دكتاتورية الكنيسة البرنامج ليس معدل للحديث عن هذه التفاصيل بإمكانكم أن تبحثوا عن هذه الموضوعات كي تطلعوا على ما فعلته الكنيسة المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية الشرعية ما فعلته بالمسيحي الدكتاتورية الدينية وعانوا أيضا من الدكتاتورية السياسية من حكامهم الذين كانوا يحكمونهم بالاتفاق مع المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية فملوك أوروبا كانوا يأخذون الشرعية من المؤسسة الدينية المسيحية الرسمية فهي دكتاتورية سياسية تتفرع عن الدكتاتورية الدينية في ظل أجواء هاتين الدكتاتوريتين هناك الأعراف المجتمعية والبروتوكولات القاسية والقاسية جدا وهذه تنشأ في إطارين في إطار المجتمع بشكل عام والذي يراقب العوائل عائلة عائلتان وكذلك في الإطار الثاني في إطار الأسرة نفسها فهناك دكتاتورية الآباء في الأسرة وهناك دكتاتورية المجتمع والتي كانت تتخذ دكتاتورية أبوية أيضا والدكتاتورية السياسية والدكتاتورية الدينية لما وصل المجتمع الأوروبي إلى العصر الذي سمي بعصر الأنوار نور العلم إنه العلم الأكاديمي ونور ونور الحرية ونور الديمقراطية وهذا هو عصر الأنوار نور الحرية الذي يقود إلى نور الفكر وأنوار الأداب والفنون إلى غير ذلك لما بلغ المجتمع الأوروبي إلى عصر الأنوار بعد معاناة وكلام كثير وبعد ما جرى من الوقائع والأحداث والتفاصيل بدأ المجتمع الأوروبي يكسر تلك الأغلال فكسر أغلال الدكتاتورية الدينية ورفض الدين بشكل وبآخر وكسر أغلال الدكتاتورية السياسية وذهبت الدكتاتوريات والإمبراطوريات ذهبت مع الريح ونشأ النظام الديمقراطي في أوروبا قطعا بالتدرج وحصلت فيه ما حصلت من الانتكاسات وكسروا أغلال السلطة الأبوية للمجتمع في أعرافه وقوانينه المجتمعية بعد أن تكسرت أغلال سلطة الكنيسة وتكسرت أغلال سلطة الحكام تكسرت أغلال السلطة الأبوية للمجتمع بسن القوانين الجديدة وبوضع الدساتير الحاكمة التي لا تسمح للمجتمع أن يتدخل في حياة الأسر وفي حياة الأفراد وهكذا تكسرت أيضا من خلال هذه القوانين الجديدة تكسرت أغلال الأسرة ونشأ الإنسان الأوروبي نشأة جديدة ضمن نظام الفردانية الشخصية مناهج التعليم بنيت وفقا لهذا المذاق قوانين البلاد شرعت وفقا لهذا المذاق أعراف الجامعات والمؤسسات وأعراف الشركات التجارية وأعراف محال بيع الخضار والفواكه أسست وفقا لهذا المذاق مذاق الفردانية الشخصية هذا المذاق قد يكون إيجابيا في بعض الجهات ولكنه يكون سلبيا في جهات أخرى لا يتحسس الإنسان سلبيته إلا بعد أن تنطفئ مباهج الحياة بالنسبة إليه حينما يشيخ وحينما لا يجد له أنيسا إلا كلبا معه في البيت وحينما يلقى به في دار العجزة بعد أن يأخذ الأبناء والأقرباء أمواله ويأخذون منه كل شيء حينئذ يستشعر الإنسان ألم الفردانية ألم هذا المنهج الحكاية طويلة طويلة الظروف التي مرت بواقع المجتمع الأوروبي هي التي قادته إلى ذلك الأوروبيون معذورون ما فعله بهم رجال الدين هو الذي دفعهم إلى هذا وهذا هو الذي يجري الآن في واقعنا بالضبط هذا النزوع نحو الفردانية ليس في واقعي شبابنا في الغرب فقط بل في الشرق بدأ الشباب هكذا يؤسسون حياته حتى في بلداننا وفقا لنظام الفردانية الشخصية في الوقت الذي بدأت الحكومات الغربية تفكر ب إعادة سلطة منظومة الأسرة هذا الحديث ما هو بحديث رجل دين يقول كلاما من دون دليل هذا الكلام طرح في اجتماعات قادة دول الاتحاد الاوروبي متى حينما جاءت تلك الجموع الكثيرة من اللاجئين قبل سنوات خصوصا الجموع التي توجهت إلى ألمانيا وما ثار في وقتها من خلافات بين دول الاتحاد الاوروبي وما حدث من المشاكل عند حدود بعض دول اوروبا الشرقية خضعت القضية إلى نقاش لقد ناقشوها ناقشوها الذين يقولون بفكرة الاحتلال الديمغرافي واعتقد أن المثقفين منكم والمتابعين للواقع الاوروبي يعرفون هذا المصطلح فإن اليمينيين في اوروبا والرافضين بشكل عام للاجئين والمهاجرين يقولون من أن المسلمين ومن أن الشرقيين عموما ومن أن الأفارقة بدأوا بعملية احتلال ديمغرافي الدول الاوروبية احتلتهم سابقا عسكريا يحتلوننا الآن ديمغرافيا أعدادهم تتكاثر يوما بعد يوم وهم يتكاثرون لأنهم يعيشون في منظومات أسرية بينما الغربيون تتفكك أسرهم وليس هناك من زواج وليس هناك من تناسل من أطفال حتى هذه المنظومة منظومة boyfriend and girlfriend بدأت تتفكك ونشأت منظومة جديدة partners أنتم تعرفون هذا أيها الشباب منظومة الشريك في العلاقات الاجتماعية وكل هذا يؤدي إلى قلة عدد الأطفال وأحد أسباب قبول اللاجئين في الدول الأوروبية هو هذا سد النقص الديمغرافي القضية ليست إنسانية محضة قد تكون هناك جهات تنظر إلى الجانب الإنساني القضية ديمغرافية ولكنهم يريدونها أن تكون تحت السيطرة وبحسب طلبهم وبحسب مواصفات معينة لا يريدون أن الأبواب تكون مفتوحة لكل من هب ودب هم يحتاجون للمهاجرين ولكن أن يكون ذلك تحت السيطرة وضمن مواصفات لسد الخلل الديمغرافي الذين لا يجدون في هذا إشكالا أما الذين يجدون في هذا احتلالا ديمغرافيا فإنهم رجعوا إلى الحالة الاجتماعية السابقة كي يستخرجوا منها حلا ومن هنا طرح هذا الحل أن نعود إلى المنظومة الأسرية وإلى منظومة الزواج والتناسل والتشجيع على إنجاب الأطفال هذا موضوع كبير وأعتقد أن بعضكم على اطلاع فيه وتفاصيله موجودة على الشبكة العنكبوتية كل هذا فرارا من الفردانية الفردانية الشخصية كما قلت لكم لها إيجابياتها ولها سلبياتها وهي قضية لجأ إليها الأوروبيون بسبب ما مضى في تأريخهم فرارا من كل أنواع الدكتاتوريات قطعا أنا لا أمدح هنا واقعنا الشرقي أنا أتحدث عن الواقع الغربي واقعنا الشرقي أسوأ من الواقع الغربي بكثير لا يضحكون عليكم ويقولون لكم من أن واقعنا الشرقي هو أفضل من الواقع الغربي هذه مسخرة لا في الماضي ولا في زماننا الآن قطعا كل مجتمع له خصوصياته وكل واقع اجتماعي له سلبياته وإيجابياته بحسب تأريخه بحسب حضارته بحسب ديانته بحسب ما يرتبط بكل المعطيات التي تشكل واقع حياته في الماضي أو في الحاضر أو في المستقبل فهذه الفردانية التي تجدونها نعمة هي نعمة في بعض الجهات ولكنها ستتحول إلى نقمة في يوم من الأيام ما هو هذا الواقع الذي نتلمسه ونراه من حولنا ونحن نعيش في العالم الغربي الذي له إيجابياته الكثيرة وله سلبياته الكثيرة مثل ما في واقعنا ومجتمعنا هناك إيجابيات وهناك سلبيات قطعا السلبيات في مجتمعنا هي أكثر بكثير من الإيجابيات فيه نذهب إلى فاصل عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا عبد الله الصادقة صلوات الله عليه يقول إن لقيام القائم علامات تكون من الله عز وجل للمؤمنين قلت وما هي جعلني الله في ذاك قال قول الله عز وجل ولنبلو ونقلكم يعني المؤمنين قبل خروج القائم عليه السلام بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمراء وبشر الصابرين قال نبلوهم بشيء من الخوف من ملوك بني فلان في آخر سلطانهم والجوع بغلى أسعارهم ونقص من الأموال قال كساد التجارات وقلة الفضل ونقص من الأنفس قال موت ذريع ونقص من الثمرات قلة ريع ما يزرع وبشر الصابرين عند ذلك بتعجيل الفرج ثم قال لي يا محمد هذا تأويله إن الله عز وجل يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم هذه قصة جميلة من المطبوعات والنشريات التي توزعها بعض المؤسسات الإعلامية التبلغية المسيحية هنا في لندن في بريطانيا هذه ألقيت مع البريد في بيتنا وهي توزع أيضا في محطات الغطارات وفي الأماكن العام قصة جميلة مجزة ومختصرة إنها تمثل جانبا صورة من الحياة الفردانية حكاية مواطن حياته يمكن أن نصفها من أنها نموذجية بيرفاكت كما يقولون بيرفاكت فهو يذهب إلى عمله ملتزما بالمواعيد والأوقات ويذهب بزيه الرسمي وبأناقة كاملة ويلتزم بقوانين العمل ويعمل بجد تمام الوقت لا يضيع شيئا من الوقت وهو يتابع الصحافة والأخبار والإعلام يوميا وفي السنة مرتين يذهب إلى الطبيب لإجراء الفحوصات العامة ويحاول أن يحفظ النكات الجميلة والجديدة كي يضحك نفسه ويضحك أصدقاءه عليها يأكل الثمار والفواكه الطازجة ويأكل الطعام الصحي ينام في اليوم ثمانية ساعات نوما صحيا لا يدخن ولا يدمن على الكحول يمشي لساعات طويلة في الأجواء التي تكون نقية في هوائها يخرج إلى المزارع والحقول يمارس رياضة كرة القدم أسبوعيا في عطلة نهاية الأسبوع يعتني بنظافة جسمه ونظافة ثيابه يداوم على الاستحمام يمارس التمارين اليومية ويحتفل في المناسبات وقد خطط لحياته أن يعيش لمائة سنة حياته منظمة بشكل كامل وفي كل سنة يحتفل بعيد ميلاده ويدعو أصدقاءه هو يعيش حياة فردانية خطط أن يعيش لمائة من السنين ولكن الأمر ليس بيده وفي يوم خميس من أيام العمل رحل عن هذه الحياة لقد مات وهو في تمام صحته فإن الموت لا يميز بين من حياته بارفاكت في غاية التنظيم وبين ذكا الذي قد أكله مرض السرطان أكلا الموت لا يميز لقد مات هذا الذي جعل حياته منضبطة تمام الانضباط القصة تقول لقد كان صحيحا في كل خطواته لكنه أخطأ خطأا واحدا فقط ولذا عنوان القصة هناك خطأ واحد لقد نسى الله خطأه هو هذا he forgot god وحينما نسى الله نسى الموت قصة جميلة هذه قصة واقعية من الحياة الفردانية لأن الحياة الفردانية تأخذ الإنسان بعيدا في صورة يمكنني أن أصفها من أن الإنسان يكون وفيا لنفسه فقط الفردانية تعني الوفاء للنفس وهناك الربانية الربانية تعني الوفاء لوجه الله الوفاء لإمام زماننا لن أحدثكم طويلا عن الربانية وإنما أقرأ عليكم رواية فقط رواية واحدة إنني أقرأ من الجزء السابع من بحار الأنوار للمجلس وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة أسابعة وثمانين بعد المائتين الحديث الثاني عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن المؤمن هو الذي بايع الحجة بن الحسن بيعة الغديرين هذا هو المؤمن بحسب ثقافة العترة الطاهرة بحسب حكاية دين الله لا بحسب حكاية دين رجل الدين وقد حكيت لكم الحكايتين قبل قليل إذا كان يوم القيامة تجلى الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا يقول له يا عبدي قطعا يكون ذلك عبر قسيم الجنة والنار ويكون ذلك عبر إمام زماننا فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا ثم يغفر الله له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ويستر عليه ما يكره أن يقف عليه أحد ثم يقول لسيئاته كوني حسنا هذا هو الذي نحتاج أن نصاحبه وأن نعيش معه لا أن نعيش الحياة الفردانية لأن شبابنا من أولادنا وبناتنا حتى وإن كانوا يعيشون معنا في بيوتنا يصنعون لهم حياة فردانية في عقولهم وقلوبهم ويصنعون لهم حياة فردانية في غرفهم الخاصة وفي أماكنهم الخاصة بهم في بيوتنا أو في خارج بيوتنا ويصنعون لهم حياة فردانية على الأجهزة الألكترونية على المواقع الألكترونية وعلى حساباتهم الشخصية وعلى حياتهم على صفحات الفيسبوك حتى وإن تظاهروا بأنهم ليسوا كذلك إنهم يعيشون حياة فردانية بسبب ما تعلموه بسبب الدراسة والمنهج التعليمي الذي بني على هذا الأساس المشكلة ليست فيهم المشكلة في الواقع الذي عاشوا فيه هناك فارق يا شباب الشيعة هناك فارق ما بين الفردانية والربانية وخذوها من مجرب ناصح لكم من مجرب صادق معكم هناك فارق كبير ما بين أن نعيش وفقا للفردانية وما بين أن نعيش وفقا للربانية رب هذا حاله وهذا شأنه هو هذا الرب الذي لابد أن نصاحبه وأن نعيش معه ولو بمستوى من المستويات رسول الله هو الذي يقول صلى الله عليه وآله إذا كان يوم القيامة تجل الله عز وجل لعبده المؤمن فيوقفه على ذنوبه ذنبا ذنبا وهو يستر عليه ثم يغفر الله له لا يطلع الله على ذلك ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ويستر عليه يستر على عبده المؤمن ما يكره أن يقف عليه أحد ما يكره المؤمن أن يقف عليه أحد أن يقف على أعماله التي كانت منه في الدنيا ثم يقول الله لسيئاته كوني حسنا ويظهره بالحسنات فقط رب كهذا هو الذي يصاحب ولا أريد أن أقول أكثر من ذلك هذا هو الذي قصدته من أن فارقا هناك ما بين الفردانية والربانية يا شباب شيعة الحجة ابن الحسن الذي ينتظركم عيونه إليكم هذا الكلام حقيقة أنا لا أريد أن أثير مشاعركم أبدا هذه حقيقة عيون الحجة من الحسن إلى شباب شيعته لأنني تعلمت من الصادق صلوات الله وسلامه عليه من إمامنا الصادق هكذا علمني هكذا تعلمت منه يخاطب ويخاطب أمثالي أين أنتم عن الأحداث الأحداث هم الشباب لماذا يا ابن رسول الله يقول قلوب الأحداث إلى حديثنا أم يل قلوب الشباب قلوب شباب شيعتنا شيعة أهل البيت إلى حديثهم أم يل أين أنتم عن الأحداث فقلوب الأحداث إلى حديثنا أم يل وهذا هو حديثهم وهذا هو منطقهم وهذه قناتهم قناة القمر قناتهم وهذا الذي يحدثكم راوية من رواة حديثهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى فاصل عن أبي حمزة الثمالي قال قال أبو جعفة إمامنا الباقر صلوات الله عليه يا أبا حمزة يخرج أحدكم فراسخة فيطلب لنفسه دليلة وأنت بطرق السماء أجهل منك بطرق الأرض فاطلب لنفسك دليلة عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه إن الله عز وجل خلقنا فأحسن خلقنا وصورنا فأحسن صورنا وجعلنا خزانه في سمائه وأرضه ولنا نطقت الشجرة وبعبادتنا عبد الله عز وجل ولولانا ما عبد الله خلاصة القول فإن الفردانية وفاء للنفس وإن الربانية وفاء لوجه الله وجه الله هو الذي نخاطبه في دعاء الندبة الشريف أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إنه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه ملامح البصيرة كثيرة لكنني أرى الوقت يجري سريعا ولا أريد لهذه الحلقة أن تكون طويلة وطويلة جدا ما ذكرته لكم من الملامح فيه كفاية لكنني أوجه أنظاركم إلى أمور مهمة أطلعوا على الأبحاث التي تعنون بهذا العنوان التصميم الذكي Intelligent Design هذه الأبحاث موجودة في كتب كثيرة منها ما هو باللغة العربية ومنها ما هو باللغات الأخرى بحسب اللغات التي تعرفونها وهناك كلام كثير يمكنكم أن تجدوه على الشبكة العنكبوتية في مقالات أو في دروس أو في أفلام أو في فيديوات ومحاضرات عن هذا الموضوع اطلعوا بقدر ما تستطيعون وبحسب ما يسمح به وقتكم على هذا الموضوع إنه يطلعكم على عجائب هندسة ودقة صناعة هذا الكون كي تتلمس حقائق الله في هذا الوجود اطلعوا على هذه الموضوعات بقدر ما تستطيعون واتطلعوا أيضا على الوقائع التي تعنون بهذا العنوان تجارب الاقتراب من الموت وخذوا أمثلة من أشخاص كانوا ملحدين ومن أشخاص من مختلف الديانات من البوذيين من اليهود من المسيحيين من السنة من الشيعة من كل الاتجاهات وأتمنى أن تعود إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع وقارنوا بينما طرح في هذه الحلقات من ثقافة العترة وبينما يطرح على الإنترنت أو في الكتب التي أُلفت بخصوص هذا الموضوع ستجدون فارقاً كبيراً بين ثقافة العترة وبين ثقافة غير العترة هذه المطالب صدقوني ستكون ذات فائدة كبيرة لكم لا تنسوا التصميم الذكي وتجارب الإقتراب من الموت وأتمنى أن تعود أيضاً إلى مجموعة الحلقات التي تحدثت فيها عن هذا الموضوع وهي من ضمن حلقات هذه المجموعة متوفرة على الشبكة العنكبوتية وإذا تمكننا من ترجمتها ومن طباعة الترجمة على الفيديوات فإننا سنفعل ذلك لتسهيل لتسهيل الأمر على الذين منكم يجدون صعوبة في فهم العربية وهذه مشكلة أخرى مشكلة بالنسبة لنا ومشكلة بالنسبة لكم وأمر ثالث حاولوا بقدر ما تستطيعون أخاطب أولادي وبناتي على حد سوى أخاطب الجميع أخاطب الجميع من شباب شيعة الحجة بن الحسن حاولوا الاقتراب بقدر ما تستطيعون من أجواء إمام زمانكم لكن لا بد من خطوة قبل هذا اطلعوا على أحاديث المتحدثين فأنا واحد منهم واطلعوا على أحاديث بقية المتحدثين كي تشخصوا الجهة التي تنتفعون منها في الاقتراب من إمام زمانكم استمعوا إلى حديث واستمعوا إلى حديث كثيرين يتحدثون عن الحجة بن الحسن وميزوا ميزوا بين المتحدثين واختاروا الذي ينفعكم حديثه أينما تجدونه كي تقتربوا من أجواء إمام زمانكم اقتربوا بقدر ما تستطيعون أنا سأعرض لكم فيديو فيديو ليافع إيراني سعيد شنداني حدثت معه واقعة حقيقية وأنا قد تابعتها حينما كنت في إيران واطلعت على وثائقها في مسجد جمكران بشكل تفصيلي أعرض لكم هذا الفيديو وأتمنى أن تتابعوه بدقة موسيقى ويسعدت مشاهدة. تلك مجال المفترين، مشاهدتها. پس شخص عودة استفادة. مزيدًا وغى الدماء شخص عادة استطاع ونار نظام. بشخص عادة استخدام أم ونتجد، وغى الدماء عندما كانت مزيدًا مزيدًا وجب الانتجاز عندما كانت مزيدًا وطفق عرش ثبت. شدید مياد. 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 لدينا عدد ديگه رو بوجود ميارد و بلاحظ دانش پزشکی نمیدونیم بلاخره معادر اینا قصد بدا میکنن که آقا ساید رو به مشهد ببرن اونجا دخیلش بکنن قبطم آقا دکتران پسر من رو جواب کردن مار رو جواب کردن زود باش مان بپرس مشهد مقدس بفت شما مگر شیع سونی قبطم مگر خدا و پیغمبره پاقد مار سونی آیم پاقد مار شیع آیم تو بیمارستان امام خممی تهران که بستری بودن یکی از پرستارا یه شبیه که مادرش کنار تختش خیلی گری میکرده و محیوس بوده از درمان بچه ما همونجا داشتم نماز بیخوندم یک بار دیدم یک خانمی آمد نشست یک خانمی آمد اینطوری نشست زردو پا گفت جم کرم با مسجد جم کرن توسط یه پرستار در بیمارستان آشنا میشن و همین باعث میشه که مادر امیدوار میشه و تصمیم جدی میگیره که بچه رو بیار قوم و مسجد جم کرن متوثل بشه رفتم رئی مستقیمان در طبقه بالا پیش رئیس گریه میکنم جیه میکشم گریه میکنم گفتم آقا جان اگر غرسیه جم کرن به من بده اگر شربت جم کرن به من بده اگر دارویه اگر پوشیده نیه اگر نوشیده نیه اگر هر چیزی هر سبه من جم کرانه بده ماشین چی کردن بچه رو بلند کار کردن تو آمبولانس گزاشتن من پیشتادم جم گوهم که رسیدم ما سلام عرض کردم بیبی جانا گفتم آسلام علیکم یا اولاد پیگمبر سلام علیکم سید جام مریز بی حالی ممیرم سید جام شپاش میگیرم ایام فاتمیه بود یکی از رفاقی من گفت که آتوان گفتم برده گفت که امروز میدونی امام زمان علیه السلام مهمان داره گفتم خب مهمان همه مهمان امازان گفت نه این از راهادان اومدن و اهل تسنن هستن که این از همه جا جواب شد است دکترها جواب کرده است دیگه آخرن لحظات و عمرش پناه ها برده است براش دعا کنید گفتم کجا هستن گفتن اتاق شماره هفت این بچه های جمکنان هم دو نفرشون میان اونجا توسل میگیرن خب اونا شاید خانواده اینا خیلی آشنا نبودن با آداب مسجد جمکنان بهشون میگن اما مثلا اینجوری نماز آقا امام زمان دو رکعت هستت تا یاکن عبود و یاکن هستنین داره اینجوری نماز بخونید یه مقدار اینا رو همراهی میکنن آشنا میکنن اما سای قضا آوردن بچه هل سه برجه کهیچی نمیخوره سه برجه گفتم سه ای جا از ای آقا جا مارشمال اینجا داوت کرده مارشمال خدا جا همچی جای آورده که مارشمال تو خواب ندیده بیا با باشه سه تا غاشوگ از ای آبوشتا من تو دهنج داد بچه مثل بچه کوچگی بیمارو خورد یه فتون خودم خودم ادفتانو درست کشدم نمیدونستم را برم شکرم امونگده بود بالا پر از غفل بود گلوم گرفته بود با امونگده بود بچه را خواب ندیده من رفتم برا نماز و برادرشم میره بیرم تا صبح رفتم سهید رفتم ساعت هفته صبح الان ما بچه را گذاشتم حالا چطور برم نزی که خوابگاه اونجا رفتم دیدم سهید جای اینجا واسداده دیدم مادرم امد و خیم ناراد شده گفت چرا امدی اینجا و بختم امدم بگیم گفت دادا شد آورد اینجا و بختم گفتم نه خودم میمودم با پا خواهیم باید بشمیان سهید جان با ایستادی شما حتی اقل اصلاحاتو بردار حالا فراموش از این کواییشون مثلا چند مدر توکتا حرکت هم نمیتونست بکنه اونجا دیدم نه ایدیار و اصلا نیست شکرم هم قده داشت همش خابیده خیلی احساس راحتی داشتم کامان که راست بوچه همینطوری یواشواش از اتاق من بیدونم رفتم تسارم ساعت هشت صبح بود ما در جلو مسجد مقام در حال جارو کشی با خادمین بودیم و یک دفع دیدیم سایید فلاکس چایی در دست به طرف چای خونه میرابد ما رفتیم جلو سایید و گفتیم سایید شما اصاد چی شد؟ گفت من اصایی نداشت موسیقی دکتر باهر رئیس بیمارستان آیت الله گلپاگانی بود اون زمان ایشان را دوت کردن و ایشان چند دکتر را دوت کرد آمدن پرونده ایشان در طول زمان مریضیش در دستاش مشاهده کردن و بررسی کردن اون شب همه اکساش را آوردن و خود این مریض را هم آوردن به نتجه من اکسای قبلش را و اکسای بعدش را همه را با هم مقایزه کردم از اونجا هم فرستادمش باز اکس گرفت دکتر خیلی تحجب کرد برای ما خیلی تحجب بود یه بیماری که در شهر حال بیماریش زایعه بدخیم فضاگیر سارکوم نایعه لگن گذاره شده باشه حالا ماشالله شفاک پیدا کرده بدون هیچ گونه آرزهی فرز و چابک را می رفت خیلی کچیکتر این اثری از بیماری در ایشون نبود چیلی که مادرش می گفت و اون بود که وقتی که به دکترهای بیمارستان امام خومنی گفتم این ها برما تحجب آوره که این یه مقدار یه لگن این بچه خورده شده در سر طرح تانه استقان و مستانه چیطور روی این پا راه میره دانش پزشکی برای این موضوع در این مقده هیچونه جواب محکم پسندی نداره که این واقعی شفایفتن با چه مکانسمی انجام گفتم آقای دکتر من پیش شما گذاشتم شما زحمتون کشیدی حالا بردم یک دکتر داشتیم با گفتم آقای دکتر من دکتر داریم اینجا من دکتر امام زمان دادم بشید که پیش نامده در واقع اولین مراجعهشون به امامه هست صلوات الله و سلام علی با اینکه اعتقادی مثل اعتقاد شیعی در مورد توجهاتشون به امامه هست صلوات الله و سلام علی نداشتن از اینجا شروع میشه وقتی که مادرش و برادرش میرن تو مسیح جم کران اون میخوابه خودش گفت در عالم رؤیا یا بین خواب و بیداری تحبیری که خودش داشت بین خواب و بیداری بودم دیدم در حجره باز شد و یا مفضل شدم بودم فرامانتون شارخ قادم از عرب بودم یا خانم بودم با یا آبا و کنال بستار من نشستم اون بانو با اون جوان عرب عربی حرف بزدم اومدن اومد اعتنائی بشن در درده و اینجا شروع آغاز اون لطف خاصی که به ایشون میشه هست سعید میگفت من در یک حاله قرار گرفتدم حاله نور و یک حالت لطف یک جوری که احساس می کردن اون خانم با اون جوان عربی صحبت می کردن و دو دو نیم ساعت عربی صحبت می کردن و جواب می دادیم و حرف می دادیم و و و و و و و در مورد یه موضوع حرف می زدیم با هم دادیم و موضوع یادتو نیک چید؟ اصلا یادم نیست و عجیب بوده که چند لکته دربر خورده اون جوان عرب با اون بانویز مجلل بیان میکن یکی این که عربی صحبت میکنن و در اینی که عربی صحبت میکنن من حرفشونو میفهمیدم یکی از نکات مخصوص راجع به حضرت وقتی به یک زبان صحبت کنن به همه زبان های دیگه افراد متوجه میشن باز ما تشرفاتی تو این زمینه داریم که معاید همین قضیه هست و این در کتب معتبر علماء ما سبت هست موجوده و روز ظهور همینه احتیاج به مترجم نداره هزرت وقتی صحبت میکنن همه مترجم شد نقطه دومی بود که میگفت اون جوان عرب خیلی نسبت به اون بانو معدب بود کمال خضو و خشور رو داشت این قهد معدبانه برخورد میکرد نقطه ثون بود که حضرت خودشون رو معرفی کردن فرمودن من فاطمین زهرا هستم و چون مادرت براد دعا کرده و التماس میکنه مدت زیادی گری میکنه من واسطه شدم و سفارشت رو به فرزندم مهدی کردم فی ختم رسانتی قلق خیصو لکم تجربتی فی حیاتی الدینیه اینها تبدأ من الحسین وتنتهی بالحسین ابعد ما فی ذاکره اقدم شیئ اتذکره من الصور الباقیتی القديمتی ان امی تستحبنی معا ها فی ایام محرم الى مجالس او انها تأخذنی الى مواقب الى مواقب العزائی لازلت اتذكر و هم يمثلون اطفال موسلم ابن عقیل الى الان و انا اتذکر اطفال موسی کیف ان الی اطفال موسی کتلهم طاردهم من مکان الى مکان هذیه الصور وصورت ابي يحملنی على كتفه فی زیاره الشعبانیه كنت صغیرا صغیرا جدا و ها يرسقنی الى ضریح سید الشهداء فی ذالک الازدحام الهائل هذی الصور و امثالها هی من اقدم الصور فی مخیلتی و ذاکرتی و التي اعتقد هی الاتی کونت شخصیتی فی بدایاتها لانه لم يبقى من صور القديمت ایلا هذی الصور هی اقدم الصور فی ذاکرتی حینما كنت صغیرا صغیرا جدا احببت الحسین منذ صغیر و عرفت الحسین بحدود معرفتی و تعلمت من الحسین ان الدنيا لا قیمت لها حینما رأیت صدره یداش بحوافر الخیل لقد عرفت ان الدنيا لا قیمت لها و حینما رأیت العقیلت زینب لیلت الحادي عشر تضع یدیها تحت جسد الحسین من دون رأس و ترفعه الى السماء و تقول اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان عرفت ان الدنيا عظیمت 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 ان يفعل بالحسین لأجل صلاحها عجیب هو الحسین علمني ان الدنيا لا قیمت لها و انا ارى حوافر الخیل تركض على صدره الشریف و علمني ان الدنيا عظیمت انها افضل مكان ان نقوم باعظم الاعمال حینما رأیت العقیلت ترفع الجسد الشریف من دون رأس تقدمه قرباناً قرباناً بين يدی الله عجیب امر الحسین وحجیب امر الله سبحانه وتعالی یا حسین داتک شیئ حبک شیئ اسمک شیئ كُلُّك شیئ لیکن 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 الاشیاء یا حسین یا حسین ذاتک شیئ حبک شیئ اسمک شیئ کُلُّك شیئ لیکن لیکن الاشیاء انت حسین انت بتول انت علي انت محمد ومحمد اجمل شيئ اعظم شيئ اطهر شيئ تعشقه الاشیاء انت حسین انت محمد یا احلا كل الاشیاء یا دین یا عشق یا دنيائ یا احلا كل الاشیاء یا حسین یا حسین یا حسین نلتقي غدا ان شاء الله تعالى حلقة یوم غد یا حسین یا حلقة یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین حلقات هذه مجموعة حلقة مهمة جدا یا حسین اسألكم الدعاء جميعا یا حسین یا حسین omer میگه ادفظارو یا حسین یا حسین میگه یا حسین سنہ alleine یا حسین